السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سأقوم بشرح تدريبات الكتاب على قاعدة تنوين النصب أو تنوين الفتح طبعا هي قاعدة سهلة وبسيطة جدا تم شرحها في الفيديو السابق وتم شرحها ايضا في حصة الزوم طبعا بالنسبة للتدريبات مطلوب الحل على الكتاب طبعا اذكر فقط في هذه القاعدة نقولنا سابقا انه قاعدة ألف تنوين النصب أو ألف تنوين الفتح انه معظم الأسماء تلحقها ألف تنوين النصب أو ألف تنوين الفتح ولكن انه اذا كان الاسم أو الكلمة تنتهي بتاء مربوطة اذا كان الاسم طبعا احنا بنعرف انه التنوين هو خاص في الأسماء قلنا سابقا ان الأفعال لا تنون فانه ألف تنوين النصب طبعا بالنسبة اذا كان الاسم ينتهي بتاء مربوطة فمباشرة نضع التنوين على التاء المربوطة وإذا كان الاسم ينتهي بهمزة وشرط أن تكون هذه الهمزة مسبوقة بألف إذن شرط أن تكون هذه الهمزة مسبوقة بألف في هذه الحالة نضع التنوين على الهمزة وإذا كان الاسم ينتهي بألف مقصورة سواء كانت قائمة أو على صورة ياء غير منقوطة مباشرة نقوم بوضع التنوين الفتح أو تنوين النصب على الحرف اللي قبل الألف وقلنا أيضا إذا كان الاسم ينتهي بألف هذه الألف فوقها همزة مثل مبدأ فهنا مباشرة نقوم بوضع التنوين الفتح أو تنوين النصب على الهمزة وقلنا أيضا هناك معظم الأسماء اللي بلحقها ألف تنوين النصب يعني إحنا بنضيف لها عصاي وقلنا عن هاي ألف تنوين النصب ما بتقبل إنه نحط التنوين عليها بنحط التنوين على الحرف الذي قبلها طبعا إذا كان الاسم ما بينتهي بتاء مربوطة ولا بينتهي بألف مسبوقة بهمزة ولا بينتهي بألف مقصورة ولا بينتهي بألف فوقها همزة ففي هاي الحالة الأسماء اللي ما كانت من ضمن اللي عدتهم حاليا شو بنعمل بتلحقها ألف تنوين النصب بنجيب عصاي وبنحط تنوين يعني بنجيب ألف بنحط آخرها ألف وبنحط تنوين الفتح أو تنوين النصب على الحرف اللي قبلها طبعا بالنسبة للتدريب الأول أو السؤال الأول مطلوب ضع تنوين النصب في موضعي طبعا هذه التدريبات في صفحة 26 ضع تنوين النصب في موضعه من الأسماء التي تحتها خط فيما يأتي مطلوب مننا هنا أن نقوم بوضع التنوين النصب أو تنوين الفتح نضعه على الأسماء التي تحتها خط طبعا جاء في الكتاب الجملة الأولى وهي جاءت السيارة مسرعة مطلوب مننا أن نضع على كلمة مسرعة تنوين الفتح أو تنوين النصب نلاحظ هنا أن مسرعة أو الاسم مسرعة أو كلمة مسرعة تنتهي أو هذا الاسم ينتهي بتاء مربوطة إذن هذا الاسم ينتهي بماذا؟ ينتهي بتاء مربوطة واتفقنا إذا كان الاسم ينتهي بتاء مربوطة مباشرة نقوم بوضع التنوين على التاء مباشرة نقوم بوضع تنوين الفتح على التاء فهي تكتب بهذا الشكل كما هو موضح أمامكم جاءت السيارة مسرعة إذن نقوم بكتابة تنوين الفتح أو تنوين النصب على التاء مباشرة كما هو أمامكم ننتقل للجملة التي تليها وهي بدأت المسابقة صباح مطلوب منا أن نضع تنوين النصب أو تنوين الفتح على الاسم صباح طبعا نلاحظ هنا أو على كلمة صباح طبعا نلاحظ هنا أن هذا الاسم أو هذه الكلمة ما بتنتهي بتاء مربوطة ولا بتنتهي بهمزة مسبوقة بألف ولا هي بتنتهي بألف مقصورة ولا بتنتهي بألف فوقها همزة ففي هذه الحالة شو بنعمل؟ نحن في هذه الحالة لما يقوم بتنوين هذا الاسم تلحقه ألف تنوين النصب يعني بضيف عصاي أو بضيف ألف تنوين النصب وبحط التنوين على الحرف اللي قبل الألف اللي هي على حرف الحاء فالحاء فتصبح بهذا الشكل أو تكتب بهذا الشكل صباحا إذن نقوم بكتابتها بهذا الشكل كما هو أمامكم ننتقل للجملة التي تليها وهي رجاء لا تهمل واجباتك إذن مطلوب مننا هنا أن نقوم بوضع تنوين النصب أو تنوين الفتح على كلمة رجاء وعلى هذا الاسم طبعا هنا بنلاحظ أن هذا الاسم بنتهي بهمزة مسبوقة بألف إحنا اتفقنا أن الهمزة شرط أنها تكون مسبوقة بألف إذا كانت مسبوقة بحرف تاني غير الألف معناته بنجيب عصاي أما إذا بنجيب ألف تنوين النصب اللي إحنا بنسميها عصاي ولكن إذا كانت الهمزة مسبوقة بألف مباشرة نضع التنوين مباشرة على الهمزة إذن إذا كانت الهمزة مسبوقة بألف أين نضع تنوين الفتح أو تنوين النصب على الهمزة مباشرة ما بتلحقها ألف تنوين النصب إذن مباشرة بنضع التنوين الفتح أو تنوين النصب على الهمزة ليش؟ لأنه هنا الهمزة مسبوقة بماذا؟ مسبوقة بألف فتكتب كما هو موضح أمامكم ننتقل للجملة التي تليها وهي شاهد الولد عصفور مطلوب مننا هنا أن نقوم بوضع التنوين على عصفور طبعا بنلاحظ أن الاسم عصفور لا بنتهي بتاء مربوطة ولا بهمزة مسبوقة بألف ولا بنتهي بألف مقصورة ولا بنتهي بألف فوقها همزة فمعناته هذا عصفور عندما أقوم بتنوينه بتنوين الفتح بلحقه ألف تنوين النصب بلحقه ألف تنوين النصب إذن نحضر عصاي أو نحضر ألف تنوين النصب ونضع التنوين على الحرف القبل الألف اللي هو حرف الراء فتكتب بهذا الشكل كما هو موضح أمامكم هذا بالنسبة للتدريب الأول أو بالنسبة للسؤال الأول ننتقل للسؤال الثاني في السؤال الثاني مطلوب اقرأ النص الآتي ثم استخرج منه الأسماء المنونة المنصوبة مطلوب منا أن نقرأ هذا النص ونستخرج منه الكلمات ونستخرج منه الأسماء أو الكلمات المنونة بتنوين النصب اللي هو نفسه تنوين الفتح التنوين النصب هو نفسه تنوين الفتح طبعا بالنسبة لهذا النص وهو قال قيص عاد والدي إلى البيت مساء وقال ستسمعون غدا خبرا سارا وفي اليوم التالي نظرنا من النافذة فرأينا سيارة جميلة يجلس والدي خلف مقودها خلف مقودها وطلوب مننا هنا أن نقوم باستخراج أو تحديد الكلمات التي تنتهي أو تحتوي على تنوين الفتح أو تنوين النصب طبعا الكلمات هي عبارة عن ماذا؟ أولا مساء باللاحظ أنها تنتهي بتنوين الفتح أو تنوين النصب طب ليش وضعنا تنوين النصب على الهمزة؟ لأنه باللاحظ هنا الهمزة مسبوقة بألف وأيضا لدينا غدا بنلاحظ هنا أنه لحقها ألف تنوين النصب هنا أحضرنا الألف ووضعنا التنوين على الحرف اللي قبل الألف طبعا وأيضا لدينا خبرا بنلاحظ هنا أنه هذه الكلمة أو هذا الاسم لحقه أو لحق هذا الاسم ألف تنوين النصب طبعا ووضعنا التنوين الفتح على الحرف اللي قبل الألف طبعا زي ما حكينا أنه الألف لا تقبل أن نضع عليها التنوين طبعا لدينا أيضا سارا سارا باللاحظ أنه هون لحقها ألف تنوين النصب فقمنا بوضع التنوين على الحرف اللي قبل الألف ولدينا أيضا سيارة قمنا بوضع التنوين على التاء ليش؟ لأن هذه الكلمة أو هذا الاسم ينتهي بتاء مربوطة ولدينا أيضا جميلة قمنا بوضع التنوين على التاء لماذا؟ لأن هذا الاسم أو هذه الكلمة تنتهي بتاء مربوطة أو تحتوي على تاء مربوطة وحكينا الكلمة المنتهية بتاء مربوطة لما نضع عليها تنوين ماذا لما نضع عليها تنوين النصب أو تنوين الفتح نقوم بوضعه على التاء مباشرة نقوم بوضعه على التاء مباشرة إذن جميلة وضعنا التنوين على التاء مباشرة ليش لأنها تنتهي بتاء ماذا بتاء مربوطة إذن هذا السؤال كان مطلوب منه أنه نقرأ النص ونستخرج منه الكلمات أو الأسماء اللي بتحتوي على تنوين ماذا اللي بتحتوي على تنوين الفتح أو تنوين النصب